اللهم ثبت قولي بلا إله إلا الله يوم ترفع الروح إليك معكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي لو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك دلوقتي علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والله يا جماعة وبدون مبلغة هخليكي أستاذة في صنوية المكارونة بالبشامل وبخطوات سهلة جدا وبسيطة جدا تعالي نشوفي الطريق نقول بسم الله الرحمن الرحيم حل على النار فيها ميا بتغلي وفيها معلقتين زيت ومعلقة ملح كبار طبعا وهنزل بكيلو مكارونة كيلو مكارونة ده هيعمل لي سنية كبيرة يستحسن يا جماعة تكون المكارونة الأكياس بلاش المكارونة السايبة عمتا بتنشي وما بيبقاش طماح له المكارونة مش هسيبها لحد ما تستوي زي المكارونة العادية ليه؟ لأن دي هتخش الفرن وحتقعد حوالي فعن يكون فيها سنة أرشا أنا هسيبها حوالي عشر دقايق بالضبط خلاص المفروض أن عبدو العشر دقايق بتوعي دخلت خلاص في السوا هاخدها وهروح أصفيها صفيت المكارونة بالمنظر ده ودت لها شطفة خفيفة بالماية الساعة عايزة بس أقول نصيحة بسرعة للمبتدئين هنزل في الزيت ياريت ما يكونش الزيت سخن قوي علشان خاطر لو الزيت سخن جدا أول ما نزل بالبصلة هبص قليل أطراف بتاعتها اتحرقت معي يدوب لون البصلة معي بدأ يتغير هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة اللحمة بدأت تدخل معي في السوا التركاية اللي هقول لكم عليها دي من أجمل الحاجات اللي بتحلي طعم المكارونة بشامل أني تنزلي بكباية من عصير الطماطم لو مش حبك تخطي عصير طماطم أو مش متعرفتها عندك بتحطي معلقتين كبار صلصة وبتحطي معاهم رفع كباية مير على فكرة أنا هحط صلصة برضو ولكن زي ما قلت لكم عصير الطماطم بيخلي طعم اللحمة مسكر أكتر هنزل بمعلقة من الصلصة علشان خاطر تديها اللون الأحمر لو تلاحظوا لسه ما حطتش أي توابل خالص التوابل بتاعتي دايما بحطها قبل ما أطفي على طول اللحمة المفرومة بتاعتي بحطها على عين صغيرة تشرب الصوس برحتها بتاع الطماطم وفي المرحلة دي هبدأ أن أنا أعمل البشامل البشامل علشان يطلع مظبوط معاكي ومايكال كعشي خلي مقدار السمنة أو الزبدة نص مقدار الدقيق اللي هتحطيه أنا هنا حطيت معلقتين كبار من الزبدة وعليهم شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش أنا مش عايزة الدقيق يبقى مكالكع معايا أنا عايزة يبقى بيتقلب زي الصوس كده في الزبدة هنزل بخمس معلق كبار من الدقيق وأنا عارفة أن دي كمية كبيرة بس دا لإني بحب أقلب المكارونة نفسها في البشامل غير البشامل اللي بحطه على الوش هبدأ أقلب الدقيق كويس قوي في الزبدة لحد ما حسي أنه ديب خالص هحاول أقلب باستمرار ومشلش إيدي علشان الدقيق ما يتحرقش ويلزق مني في الحلة شايفيني ديق مش مكالكع معايا إزاي؟ بعد مرور حوالي خمس دقيق هلاحظ أن بدأت تحصل عملية فوران اللي بيفور كده الزبدة ما تيلاقيش خالص هكون محضرة معايا كبايتين من اللبن وعليهم كباية من الشربة أولي ديق ما يديني اللون الدهبي باستخدام المضرب السلك هنزل تدريجيا بحبة لبن وشربة وقلب وحبة لبن وشربة وقلب على فكرة لو حبة تستخدمي لبن بس مفيش مشكلة لكن اللبن والشربة مع بعض بيدوا طعم حلو قوي طبعا كل ما حط شوية لبن وشربة لازم أقلب عشان أنا لو سبتها هلاقي الدقيق كالكع معايا من تحت هفضل أقلب زي ما انتوا شايفين لحد ما يديني القوام الكريمي أنا مش عايزة القوام يبقى عامل زي الكيك تقيل لأنا عايزة القوام يبقى كريمي هنزل بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأبيض أو الأصمر اللي متوفر عندي هقلبهم مع بعض كويس قوي وأول ما حس إن القوام بدأ يتقل معايا ويبقى كريمي هطفي على طول بس الأول هوريه وشكل القوام اللي أنا عايزاه هو ده شكل البشاملة اللي أنا عايزاه يكون القوام كريمي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده مش عايزة يبقى تقيل ومكالكع ولحظوا إن كل ما بيقض كل ما كسفته بتتقل كمان أنا كنت موطية على اللحمة المفرومة علشان تشرب السوس براحتها خلاص كده أنا شايفها شربة السوس بتاعي هنزل بالتوابل نص معلقة فلفل أصمر صغيرة معلقة منسوحة صغيرة ملح ربع معلقة قرفة هنزل بيهم على اللحمة المفرومة بتاعتي وهقلب كويس قوي خلاص كده اللحمة بقت عايمة في السوس الجميل اللي أنا عملته حطفي عليها وحرفاها من على النور هياخد حوالي خمس كبشات من البشاملة اللي أنا عاملاها علشان دول اللي هيتحطوا على وش المكارونة هسيب بقية البشاملة في الحلة وهجيب المكارونة اللي كنت سلقاها وهنزل بيها كلها على البشامل اللي عندي هنزل بكمية المكارونة كلها وهقلبها كويس قوي قوي في البشامل لحد ما تأكد إن كل المكارونة عندي اتغلفت بالبشامل بالكامل عايز أقول لكم إن الخطوة دي هتفرق قوي قوي في الطعم جبت الصنية بتاعتي ودهنتها بأي مادة دهنية سمنة أو زبدة وهنزل بنص كمية المكارونة بتاعتي هفرد نص كمية المكارونة في الصنية وهحاول أسويها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هنزل باللحمة المفرومة على وش الطبقة الأولى من المكارونة لازم أتأكد إن أنا وزعتها كويس وحاول إن أنا سويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل ببقية المكارونة اللي عندي وحفردها على وش الصنية ولازم أتأكد إن أنا فردتها وحسويها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هجيب كمية البشامل اللي أنا كنت ركناها عندي وهنزل بيها على وش صنية المكارونة لازم أتأكد إن كل جزء في صنية المكارونة على وشه بشامل هفرده بقى وهبدأ إن أنا أسويه بحيث إن كل جزء يبقى متغطي بالبشامل خدي بالك إن الطبقة دي هي اللي بتحمي المكارونة من إنها تنشف لما تدخل الفرن ده غير طبعا إنه الشكل ده مهم قوي في منظر الصنية الجمالي الطبقة الأخيرة بتاعة المكارونة عندي بتكون عبارة عن إيه؟ بتين وعليهم شوية ملح وشوية فلفل ومعلقة صلصة معلقة الصلصة دي بقى هي اللي بتدي الوش الصنية اللون الأحمر الجميل اللي احنا بنشوفه بقى اللي بهب مع بعض كويس قوي قوي لحد ما تأكد إن كلهم امتزجوا مع بعض تماما هنزل بعد كده على وش المكارونة بالمكس الجميل اللي أنا عملته وحفرده كويس قوي بالفرشة لازم اتأكد إنه وزعته كويس قوي على وش صنية المكارونة هي دي الطبقة الرؤيئة اللي بيكون طعمها وشكلها تحفى حدخلها الفرن بعد كده على درجة حرارة 180 الرف اللي في النص أخدت مني في الفرن ساعة بالزبط محتجت شوال عليها الشوية اللي فوق لإني بمجرد مستود كانت كلها قدة اللون الأحمر ده اوعد فقري تقطعي المكارونة البشاميل وهي صخنة أبدا انتي كده بتدمر سنية المكارونة بتاعتك استني حوالي ربع ساعة لحد ما تهدى وبعدين بتاقي قطعيها هنلاقي حتى إن السكينة بتطلع نضيفة وهتلاقي كمان إن الوش ما بيتهريش وانتي بتقطعي انتي بتقطعيها لو حسيتي إن الوش بتهري معاكي اركنيها شوية مفيش مشكلة احنا بنعمل كده علشان نطلع كل الخرطة بشكلها بدون ما تتهري معنا قدمت المكارونة بشاميل بتاعتي النهاردة مع فراخ بالصياس والمشروم إن شاء الله هنعمل فراخ دي في حلقة تانية يارب يكون الفيديو عجبك ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي دلوقتي وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله